بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين ترحبكم مع أسرة الدراسات الاجتماعية في لقاء جديد معكم أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي ودرس جديد من دروس المادة نبتدي درسنا اليوم بالقيمة الطربوية ألا وهي إتقان العمل إن إتقان العمل يجعل الأمم تتقدم وتسود في السلم الحضاري وكذلك وطننا الحبيب قطر ومجتمعه ملتزم بإتقان العمل وذلك من خلال عقيدته التي تحث على حسن العمل وأتقانه وذلك لقول الله تعالى كل عملوا فصير الله عمالكم ورسوله والمؤمنون وسطر الدون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم أي أن الله سبحانه وتعالى ورب العزة عز وجل يريد منك مجتمع إسلامي وأمة كانت خير الأمم أخرجت للناس أن نكون دائما متقنين لأعمالنا في طلب العلم والمذاكرة في عمل أي شيء بإتقان في حياتنا مبارك الله فيكم هيا بنا نبتدي درسنا اليوم من خلال نشاط التصل بإجابتك ولدينا رقم واحد الموارد اثنان متجددة الماء غير متجددة الطبيعية البترول الشمس غير طبيعية منتهية رقم الاتصال ما يكون هو يطال أحسنتم واحد الموارد اثنان الطبيعية إذن عنوان لدرسنا اليوم الموارد الطبيعية تهيئا لدرسنا اليوم من خلال الصورة التي أمامك على أي شيء تظل الصورة التي أمامك ممتاز الماء ثم الشمس ثم المعادن رائع نستنتج مما سبق أن عنوان درسنا اليوم هو الموارد الطبيعية الموارد الطبيعية هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم أهداف درسنا اليوم يتوقع من الطالب نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أن يعرف الطالب مفهوم الموارد الطبيعية تعريفا صحيحا أن يعدد الطالب الموارد الطبيعية بدقة ووضوح الهدف الأول لدرسنا اليوم أن يعرف الطالب مفهوم الموارد الطبيعية تعريفا صحيحا الموارد الطبيعية هيا بنا من خلال القصة التالية يا أبطال نتعرف على مفهوم الموارد الطبيعية طلبت معلمة الفنون البصرية من طلاب الصف الرابع رسم لوحة فنية عن الشمس اعترض حمد عن رسم اللوحة وسأل ما فائدة الشمس حتى نرسم لها لوحة قالت المعلمة الشمس من أهم الموارد الطبيعية التي خلقها الله سبحانه وتعالى وسخرها لخدمة الإنسان من خلال الصورة التالية ما اسم الموارد الذي تعبر عنه ممتاز الشمس من خلال الصورة التالية ما اسم الموارد الذي تعبر عنه الماء رائع من خلال الصورة التالية ما اسم الموارد الذي تعبر عنه أحسنتم المعادن الطبيعية خلال الصورة التالية ما اسم الموارد الذي تعبر عنه النباتات الطبيعية من خلال من سبق اتضح لنا الموارد الطبيعية هي مفهوم الموارد يقول الموارد التي وهضها الله سبحانه وتعالى في الطبيعة لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان مثل الشمس الماء الهواء الرياح المعادن الطبيعية النباتات الطبيعية هيا بنا لاختبر معلومتنا على ما سبق هي كل الموارد الطبيعية التي وهبها الله للإنسان لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان يشر المصطرح إلى الموارد الطبيعية الموارد غير الطبيعية الموارد المتجددة الموارد غير المتجددة ممتاز هي الموارد الطبيعية أي الموارد الطبيعية هي أبطان التقييم البناء للهدف أعرف مفهوم الموارد الطبيعية تعريفا صحيحة ممتاز هي كل الموارد الطبيعية التي وهبها الله سبحانه وتعالى لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان مثل الشمس الماء البترول والمعادن الطبيعية وبذلك يا أبطانكم قد انتهينا من الهدف الأول لدرسنا اليوم الهدف الثاني لدرسنا اليوم أن يعدد الطالب الموارد الطبيعية بدقة ووضوح لاحظوا الصور التالية وحدد أنواع الموارد الطبيعية ما هذه ممتاز الرياح وهي موارد متجددة إذن الرياح من الموارد المتجددة ثم ما الذي تعدد عنه الصورة التي أمامنا ممتاز الماء والماء موارد متجدد إذن من الموارد المتجددة عن أي شيء تدل الصورة التي أمامنا ممتاز الشمس وهي موارد متجددة يأطى الموارد متجددة عن أي شيء تدل الصورة التي أمامنا ممتاز الفحم وهو من الموارد غير المتجددة موارد غير متجددة طيب الصورة التي أمامنا تدل على الغاز الطبيعي وهو من موارد متجددة أم غير متجددة يا أبطال ممتاز موارد غير متجددة ممتاز ثم هذه تدل على البترول رائع وهو من الموارد غير المتجددة من الموارد غير المتجددة من خلال ما سبق يتضح أن الموارد الطبيعية تنقسم إلى قسمين موارد طبيعية متجددة وموارد غير متجددة إذن الموارد الطبيعية موارد متجددة وموارد غير متجددة نختبر معلومتنا على ما سبق البترون من الموارد غير المتجددة هذه العبارة صحيحة مخاطئة؟ نعم عبارة صحيحة تقييم البناء للهدف أذكر أنواع الموارد الطبيعية ممتاز أنواع الموارد الطبيعية تنقسم إلى متجددة وغير متجددة المتجددة هي الشمس، الماء، الرياح، الهواء غير متجددة وهي البترول، الغاز الطبيعي، الفح، المعادن وبذلك يا أبطال نكون قد انتهينا من الهدف الثاني لدرسنا اليوم ولدينا قيمة منتصلة هنا يا أبطال لبد علينا دائما أن نراها في حياتنا اليومية ونعظمها تقدير ما خلق ربنا عز وجل للإنسان من موارد وثروات طبيعية هذه الموارد وثروات الطبيعية التي وهبه الله سبحانه وتعالى للإنسان في الطبيعة تخدم الإنسان وتجعل الإنسانية دائما في تقدم وتطور حضاري نختبر معلومتنا عن ما سبق هل الموارد الطبيعية كلها متجددة أم غير متجددة يا أبطال؟ ممتاز لا، ليس كلها متجددة حيث يوجد غير متجددة المتجددة مثل الشمس، الماء، الرياح، الهواء والغير متجددة البترول والغاز الطبيعي والفحم والمعادن الطبيعية المختلفة تقيم البناء الهدف صنف الموارد الطبيعية إلى متجددة وغير متجددة ممتاز لدينا موارد متجددة الشمس، الماء، الرياح موارد غير متجددة وهي الفحم، البترول، المعادن إذن موارد متجددة الشمس، الماء، الرياح موارد غير متجددة الفحم، البترول، المعادن الغلق الختامي عرف نفهوم الموارد الطبيعية تعريفاً صحيحاً هي كل الموارد الطبيعية التي وهابها الله في الطبيعة لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان ميزاً؟ هي كل الموارد الطبيعية التي وهابها الله في الطبيعة لخدمة الإنسان دون تدخل الإنسان وبذلك يا أبطال نقول قد انتهينا من درسنا اليوم أعطيب تحياتي لكم في الختام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وأمنه إلى لقاء جديد مع أسرة الدراسات الاجتماعية